اشتركوا في القناة بفضل الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله بص انا قبل ما ادخل السنة عايزة ادخل معاك في موضوعات كتير جدا انا طبعا باعتذرلك التأخير علشان السيدة اللي كتب معنا قبلك على طول اه لا ده انا سعدت جدا بمتابعتها وعايزة اعرف منك تابعة الموضوع ده ازاي يعني انا تابعة الشعب المصري فيه الشعب المصري لو صدق حد بيديله عنيه واكتر حاجة لفتت نظري اللي معاه تلتمية وعايزة بره بمية وخمسين واللي معاه خمسمية والطفل اللي عايز يقدمهم ده يعني يقولك ان مصر بخير وان مستقبل مصر بخير لان الطفل اللي متعلم ان ازاي يعني يفك كرب ده يقولك ان احنا بخير وان ده مصر الحقيقية والسواد الاعظم من الشعب المصري وان في بعض الاشياء اللي بتحصل على السطح دي مسائل مش هي دي مصر لكن احنا النهاردة شفنا مصر حاشفنا الشعب لو صدق حد وحب يوقف علشان كده لازم نصارح الشعب دايما ونكون صدقين معاه لان هناخد هناخد عنية وعلشان كده احنا دائما ما بنحارب بالتشكيك يعني دايما يحصل تشكيك في المصدقية صحيح الفترة الاخيرة دي في حرب موجهة لنا عشان نيقس عشان نتعب عشان نفقد الثقة في بعض لكن بتيجي مثل هذه الحلقات اللي انا اشكرك واحييك عليها تعيد الثقة للشعب المصري بنفسه وتقول له او وعد تصدق اي تشكيك فينا ولا في صدقنا ولا في قدراتنا ولا في عطائنا ولا في القدرة على التحمل احنا شعب بصبور ومتحمل وبيعدي اصعب المعارك ويا ما عدينا معارك صعبة جدا والنهاردة بيحصل تشكيك على ان احنا غير قادرين ان احنا نعدي هذه المرحلة مضبوط فمثل هذه الحلقة الحقيقة يعني اثبتت وردت على كل الناس ان ده الشعب المصري الحقيقة وان مهما شفنا على شبكات التواصل الاجتماعي تشكيك احنا ملناش دعوة مصدقية او عدم مصدقية لنا دعوة بشعب مصري لو صدق بيعمل ايه تفتكر شخصية جنيلة بالمفهوم الدرامي ممكن تبقى مادة لبطنة مسلسل مثلا بالتأكيد ويامها كانت من قبل ما نشوف شخصية جنيلة و احنا شفناها في اعمالنا كتير شفناها في اعمال كتير لانه هو ده دائما طبقة موجودة يعني مظلومة على مدى العصور في المكتمر في المكتمر والظروف اللي احنا بنمر بيها بالذات في الفترة دي يعني في حالة ألم ألم شديد بس ألم ليه بقى يعني انا من وجهة نظري انه في جسم بيمرض مريض ومريض هذا المرض حيؤدي الى الموت وكان لابد من عملية جراحية تنقذ هذا المريض دائما العملية الجراحية بتكون أكثر ألم من المرض ولكنها بتنجي في الآخر بتقرج بتنجو من الهلاك فأنا متصور ان احنا كشعب كجسم كان رايح في النازل راحين الى الهلاك لا انتاج ولا وردات ولا ورحين وكلها عمليات ترقيع بتحصل فكان لابد ان تبقى في عملية جراحية العملية الجراحية اللي احنا بنمر بها دلوقتي عملية قصية وألمها شديد وبالتالي أكثر من ألم المرض نفسه بس كان لازم تحصل عشان ننجو عشان ننجو من الهلاك وان الشعب المصري ان شاء الله قادر على تحمل مثل هذه المرحلة او العملية المرحلية او العملية الجراحية المرحلية ان هنخرج منها ان شاء الله افضل وفي فترة وجيزة ان شاء الله